مفهوم التنظيم يقصد بالتنظيم تقسيم أوجه النشاط اللازم لتحقيق أهداف المؤسسة وتجميع كل نشاط في قسم مناسب وتفويض السلطة وإقراء التنسيق اللازم والتنظيم يعبر عن الترتيب المسبق لإنشاء هيكل تنظيمي يتم من خلاله تحديد السلطات والمسؤوليات وتحديد العلاقات بين الأفراد والجماعات في أغزاء التنظيم المختلفة وتحديد النشاط اللازم لتحقيق الأهداف والخطط المعدة وظيفة التنظيم تطلق على تحديد الوظائف والأعمال المطلوب تنفيذها ثم تقسيمها إلى مجموعات توزيع الأعمال على الموظفين بشكل يضمن التنسيق وعدم الازدواجية توفير البيئة المناسبة للعمل بروح الفريق الواحد الذي يسوده التعاون والانسقام توفير الإمكانات البشرية والمادية تحقيق الأهداف المتفق عليها أهمية التنظيم يمكن إيجاز أهمية وظيفة التنظيم في العمل الإداري في النقاط التالية يوفر التنظيم الوسائل الكفيلة بتحقيق التعاون والانسقام بين أفراده يساعد التنظيم على إيجاد الوسيلة التي تمكن القادة من القيام بمهامهم ووظائقين يحدد التنظيم المعايير المتعلقة باختيار القادة والمديرين والمشرفين يحدد التنظيم الأدوار التي يجب أن يقوم بها كل فرد والعمل المكلف به يحقق التنظيم التنسيق بين مختلف الجهود الجماعية يحدد التنظيم المسئولات والاختصاصات يحدد التنظيم شكل الإطار العام للاتصالات عناصر التنظيم يوجد أربع عناصر للتنظيم أول عنصر من عناصر التنظيم تصميم الهيكل التنظيمي وفي تصميم الهيكل التنظيمي يتم تحديد الأهداف والأنشطة اللازمة لتحقيقها وتشمل عملية تصميم عنصرين أساسيين العنصر الأول تحديد المسؤوليات العنصر الثاني تحديد السلطة إذن في تصميم الهيكل التنظيمي يتم التركيز على تحديد المسؤوليات وتحديد السلطة العنصر الثاني رسم الهيكل التنظيمي ويتمثل رسم الهيكل التنظيمي بالخرائط التنظيمية سواء كانت دائرية أو هرامية والتي ترتبط بعلاقات أفقية مع الوظائف بنفس المستوى وعلاقات رئيسية مع المستوى الأعلى والصلة بين المستوى الأعلى والمستوى الأدنى في العنصر الثالث يتم تحديد الوصف الوظيفي للمناصب الإدارية والفنية ويتم تحديد مواصفات شاغل الوظيفة بالإشارة إلى ثلاثة قوانب الصفات الشخصية لشاغل الوظيفة وهذا يتم معرفتها من خلال المقابلات الشخصية المؤهلات والشهادات المطلوبة لشاغل الوظيفة الخبرة العملية مدة الخدمة السابقة لأنه أحيانا بالإضافة إلى الصفات الشخصية والمؤهلات المطلوبة تكسب الخدمة السابقة والخبرة السابقة شاغل الوظيفة يعني خبرة لا يمكن أن يحصل عليها من خلال المؤهل فقط مواصفات هي شروط أخرى كالتدريب أثناء الخدمة وغيره من الاشتراطات الأخرى ذات السلاة بوظيفة ما العنصر الرابع إعداد دليل للتنظيم والذي من فوائده تحديد مسؤوليات وسلطات كل رئيس مرؤساء الوحدات والأقسام توضيح الاختصاص والسلطة الممنوحة لكل وظيفة باتخاذ القرارات النهائية تفهم الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها